حظى وزير الخارجية سامح شكري من مخطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية مؤكدا موقف مصر الراسخ من ضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع وخلال رقائه وزير الدفاع الموريتاني استعرض شكري جهود مصر لإقرار التهديئة في قطع غزة والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق كما قدم شكري التهنئة لتسلم موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي مؤكدا دعم القاهرة لها خلال فترة رأستها للاتحاد وبدوره شدد الفريق حنينة والتسيدي على دعم بلاده الكامل للمصالح المصرية في جميع الأطور داخل الاتحاد الإفريقي وبشأن الأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء أكد وزير الدفاع الموريتاني أن بلاده تعول على التعاون مع مصر في التعامل مع التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصال من مكافحة الإرهاب وشدد أيضا على أهمية دور المؤسسة الدينية لمجابهة الفكر المتطرف وعلى رأسها الأزهر الشريف ترجمة نانسي قنقر